استهدفت غارة اسرائيلية جديدة ضاحية الجنوبية لبيروت بعد انذارين اسرائيليين بالاخلاء في احياء الغبيرة والحاء وحارة حريك والليلكي واثرت لقطات دخانا ونارا منبعثين من الضاحية الجنوبية عقبت دويا انفجار بعد الغارات الاسرائيلية من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية تنضم الينا صحفية في قناة الحدث من جديد الزميلة جوني فخري مرحبا بك نتوقع طبعا بحسب ما اشرت في الرسالة السابقة ان تحذيرا قد صدر هذه المرة حارة حريك والغبيرة هل تجددت الغارات اذا نعم منذ اقل من دقيقة من الان غارة جديدة استهدفت منطقة الغبيرة وهي المنطقة التي وردت في خريطة التحذيرات التي صدرت عن الجيش الاسرائيلي اذا منذ قليل غارة على منطقة الغبيرة يمكن ان ترونها في الخلفية الدخان الاسود يتصاعد من المكان الذي استهدف وهي منطقة الغبيرة وهي وردت في التحذير الذي صدر عن الجيش الاسرائيلي وبطبيعة الحال هي منطقة على عكس باقي المناطق في الضاحية الجنوبية هي منطقة مأهولة بالسكان لذلك رصدنا اطلاق نار كثيف غدات صدور التحذير باستهدافها وذلك للطلب من الناس بدرورة الاخلاء خصوصا ان التحذير باستهدافها صدر في وقت متأخر جدا نتحدث قرابة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت بيروت ما يعني ان كل الناس هم نيام اذا هذه الغارة التي سقطت على منطقة بيريس يرفض او يلتج لمناطق او لمراكز الايواء كما ان هذه المنطقة معروف ان سكانها ليسوا بالميسورين اقتصاديا لذلك يفضلون البقاء في منازلهم على التوجه الى خارج الضاحية الجنوبية اذا حتى الان نتحدث عن سبع غارات سقطت على الضاحية الجنوبية ثلاثة منها سقطت على منطقة بئر العبد وهي المنطقة التي وردت في التحذير الاول ثلاثة ثلاث صواريخ استهدفت مجمع طبي في منطقة بئر العبد هو مجمع الحوراء الذي يضم عدة عيادات طبية مؤلف من ثلاث طبقات تم استهدافه في المرحلة الاولى من التحذيرات ثم صدر تحذير باستهداف منطقة الليلكي استهدفت بغارتين الاستهداف مباشر لهذا المجمع الطبي في بئر العبد ام في محيطه ونطاقه وتأثر بالضربات طبعا هو استهداف مباشر في الدربة الاولى تم استهدافه بصاروخين ويبدو انه لم يدمر بشكل كامل لذلك تم استهدافه بصاروخ ثالث طبعا هذا بحسب المتابعين للغارات التي تسقط على الضاحية ثلاثة صواريخ سقطت على هذا المجمع الطبي تم وسوية بحسب الفيديوهات التي تصل بان الاضرار كبيرة جدا بعد لحظات من هذا الاستهداف صدر تحذير باستهداف منطقة الليلكي تلاها غارة تحذيرية وهذا امر يحصل بطبيعة الحال في الضاحية الجنوبية وما هي الا دقائق حتى استهدفت منطقة الليلكي بغارة عنيفة جدا بعض لحظات صدر تحذير باستهداف منطقتين لغبيري وحارة أحريك منذ لحظات تم استهداف منطقة لغبيري كان سبقها ايضا تحذيري على منطقة لغبيري غارة تحذيرية وتلتها منذ بعض الوقت غارة عنيفة وبطبيعة الحال يبقى من المناطق المستهدفة هي منطقة حارة أحريك هي المنطقة التي وردت في التحذير نعم هذه الموجة من الغارات التي تعتبر في وقت متأخر جدا من الليل كان سبقها موجة صباحية عادة اعتاد اللبنانيون أن يغير الطيران الحربي على الضاحية الجنوبية في ساعات متأخرة كما حصل اليوم الا انه تفاجأ السكان اليوم بغارات على صباحية استهدفت عدة مناطق مثل صفير الليلكي بئر العبد حارة تحريك كلها مناطق تم استهدافها لكن من خارج خريطة الاستهداف كانت منطقة بئر العبد وتحديدا مجمع طبي آخر في منطقة بئر العبد اذا نتحدث عن مجمعين طبيين تم استهدافهما في منطقة بئر العبد المجمع الاول استهدف في الموجة الصباحية للغارات وهي كانت خارج خريطة الاستهدافات والمجمع الثاني هو مجمع الحوراء القريب من لكن ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها استهداف منشآت صحية وطبية حتى بين كانت الذريعة والعنوان أنها تابعة لحزب الله الصحية طبعا دائما يتم استهداف الفرق الطبية نتحدث عن الكشافة الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله تم استهدافها في أكثر من منطقة أيضا كشفت رسالة وهو أيضا جهاز طبي تابع لحركة أمل تم استهدافه في أكثر من نقطة محيط مستشفيات عدة تم استهدافها نتحدث عن سمانية مستشفيات باتت خارج الخدمة وهي موزة على عدة مناطق في لبنان بسبب الاستهدافات الإسرائيلية أو تواجدها في مناطق غير آمنة إضافة إلى سبع مستشفيات أخرى فقط تلبي الحاجات الأساسية وأذا كان هناك حالات ليست بباردة وهذا مفهوم أو مصطلح طبي يتم نقلها إلى مستشفيات أخرى بطبيعة الحال سمعنا أطلاق نار كسيف غدات الغارات وهو بطبيعة الحال أمر بات معتادا في الضاحة الجنوبية للطلب من الناس الإخلاء بالنسبة للغارات الصباحية شهدنا موجة من زحمة ساير في الضاحة الجنوبية لأن كان هناك العديد من السكان يتفقدون ممتلكاتهم وهم كانوا مطمئنين أن لا غارات لا سيمة في ساعات الصباح وهو أمر اعتاد عليها اللبنانيون أن تكون الغارات مسائية لذلك شهدنا أطلاق نار كسيف صباحا وموجة نزوح كبيرة وزحمة ساير لأن كان هناك عدد كبير من سكان الضاحة يتفقدون ممتلكاتهم أيضا عصف الانفجارات أو الغارات التي ضربت الضاحة صباحا والتي وصل صداها إلى خارج العاصمة تسبب بحالات دعر وخوف لدى طلاب مدارس خارج الضاحة الجنوبية وزهر ذلك في عدة فيديوهات انتشرت وقمنا ببثه نحن كذلك نعم وهناك عدة مبانن في الضاحة الجنوبية بحسب الفيديوهات التي وصلتنا سويت بالأرض نتيجة الغارات التي استهدفت صباحا إذن حتى الآن نتحدث عن سبع غارات على الضاحة الجنوبية خمسة توزعت بين بئر العبد الليلكي والغبيري وأثنتين هما تحذيريتين واحدة سقطت على منطقة الليلكي وأخرى على منطقة الغبيري تبقى منطقة حارة حريك التي نالت النصيب الأكبر من الغارات اليوم إن كان في الموجة الصباحية وحتى الآن وسنبقى نحن معك في هذه الليلة التي تبدو طويلة جميلة جوني فخرين أتمنى لك السلام دائما شكرا على كل ما تفضلت به من تفاصيل شكرا على المشاهدة